وبالعودة إلى العاصمة أنجمينة قام صباح اليوم رئيس الوزراء باهيمي بادكي ألبير بزيارة تفاقدية إلى مجمع صناع لإنتاج الحيواني والنباتي الزيارة تهدف إلى متابعة سير الأعمال بهذا المشروع خالد نوسى الحاج في إطار حرصه على الوقوف على تقدم العمل داخل المشاريع عبر الزيارات التفاقدية خاصة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني تأتي هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء باهيمي بادكي ألبير إلى المجمع الصناعي لإنتاج الألباني ومشتقاته والذي يضم كذلك مزرعة لتربية المواشي وأراضيها زراعية شاسعة المشروع الذي ما زال قيد التنفيذ يقع في مندلية على بعد خمسين كيلومتر عن العاصمة الجمينة وقد رافق رئيس الوزراء في هذه الجولة التفاقدية وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف وبعض معاوني رئيس الوزراء في البدء استمع رئيس الوزراء إلى الشروحات التي قدمها المسؤولون والفنيون في بكتب الدراسات والمراقبة والشركة المنفذة حول سير العمل داخل المشروع قبل أن يقوم بجولة داخل أرجاء المشروع متفقدا مختلف أقسام المشروع الضخم بشقيه المتمثل في الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية حيث بدأ بتفقد الحاويات التي تشتمل على المعدات الإنشائية المختلفة بالإضافة إلى الأدوات الزراعية كالمحاريث والجرارات وأحدث المعدات الزراعية التي تساعد في تهوية التربة وتبتيتها وإزالة الأعشاب وبدر الحبوب وتسهيل عمليات الري متفقدا أيضا الاستبلات وحظائر المواشي التي ما زالت قيد الإنشاء كما طاف بالأراضي الزراعية حيث تعمل مضخات المياه في ري الأراضي الزراعية الجولة والتفقدية سماحت لرئيس الوزراء باهمي بادكالبير بالوقوف على نسبة تقدم الأشغال داخل المشروع والتي بلغت 21% كما أن المشروع سيكون له استخدامات متعددة في حال اكتماله حيث سيضم مزرعة بمساحة 150 هكتار ومركزا للتغذية ومزرعة للألبان ومصنعا لتحويل الألبان رئيس الوزراء باهمي بادكالبير في ختام الجولة التفقدية قال إن إنجاز هذا المشروع يعد خطوة في طريق تنمية البلاد وتنوع الاقتصاد وأضاف أن شاد التي تمتلك مواشيات تقدر بمئة مليون رأس ينبغي أن تستفيد منها في الانتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي والعمل من أجل تنفيذ سياسة البلاد الرامية إلى جعل شاد قوة إقليمية وفق رؤية البلاد بحلول العام 2030 هذا ونذكر بأن الشركة المتعاقدة لتنفيذ المشروع هي شركة موري إنفستمنت وأن مدة التنفيذ 24 شهر ترجمة نانسي قنقر